قد لا يصدق أحد أن أكوام نفايات هذه تقع ضمن حدود العاصمة وفي منطقة مأهولة بالسكان إنها منطقة المعامل الواقع جنوبي العاصمة وبالرغم من كونها منطقة نظامية وليست عشوائية ومع ذلك فإنها لا تصلح للحياة البشرية بيئيا بسبب قربها من هذه المقالع التي سببت أمراضا عديدة للسكان هنا بحسب شهادات الأهالي هذا الطمر قادرتها أجندات وأحزاب بس عند الله خبرها هذه تجي سيارات الشرطة للتحادية أو واقبة هسا تروح تصورها أو صورتها أنت كما سبقت لأنقلت بها سيارات نفايات أمانة بغداد ذب بها إشعاعات نووية أمراض حساسية أمراض جلد أكزمة ربو دخان هذه العاصرات من تشتعل النار تأخذ لها أربع خمس يام هي مستمرة بالنيران اشتعاد فوضعيتها مأسات جدا مقابلها تقع 1200 طالب مدرسة مسقط التكملية والواد المقدس يعني 1200 طالب يعانون من شتى الأمراض سكان هذه المنطقة يشكون من نقص حد في الخدمات الأساسية إضافة لا تضرر سكانها بسبب مخلفات الطمر الصحي القريبة من هذه المنطقة والله مضع الونطقة كل اشتعبان مقالع هنا أنا هاي صير الليلة الدخان يقوب عليك وما تعرفوا منين ما منين لا أكو أحد يسأل عليها لا أكو أحد يوصل هي وقت الانتخابات يشوفوا وجوه ما شايفها وراء الانتخابات ما كوا يعني ما حد هاي الوجوه اللي جتك كلها وقالت لك آني وآني 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 فلان وآني فلان كلها ما راح تلقى لك أحد من عده وضع المنطقة يعني بالنسبة للتعبان لا خدمات لا وضع يعني يعني منين ما تجيها يعني وضع المنطقة مصحيح والغريب أن هذه المنطقة حظيت بزيارات عديدة من قبل المسؤولين في السنوات السابقة وتم حصد أصوات سكانها انتخابيا مقابل وعود ضائعة لتحسين واقعها الخدمي ولكن دون تنفيذ والله السياسين ابن عمي ما يجونك بس ببكة الانتخابات يجيك ببكة الانتخابات حبرا على ورق كلامهم هذا يصير وهذا يصير وهذا يصير لما تجي للفعل كل شي ما كو وبصورة عامة من ناحية النواحي من ناحية الكهرباء من ناحية الأمور شتريد يعني هذا التبليط بعد معاناة يلا صار هاي سعدك هاي هنا مناطق طبيها المسؤول بس باوع ذا بولها سبويسي جاء وقت الانتخابات صارت يعتبر حبر على ورق هامش هامش متروك هذه المشاهد قد تعطي مؤشرات خطيرة بشأن حجم الكارثة البيئية لمنطقة المعامل أو المناطق القريبة منها بسبب وجود هذه المقالع وما ينتج عنها من أمراض بيئية خطيرة على حياة السكان دون وجود محاولات حكومية للاستفادة من هذه الأكوام وتحويلها إلى طاقة كما تفعل دول العالم المتقدمة ليبقى الواقع الخدمي مترديا للغاية في بلد يعد من أغنى بلدان العالم من العاصمة بغداد أحمد فيلي زاكروس تيلي موسيقى koska